قام فريق طبي أردني بإجراء دراسة هي الأولى من نوعها في العالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط تبحث في عوام الخطر الشرايين والجلطة القلبية لدى نساء الصغيرة تافس ونتابع تفاصيل أكثر حول هذه الدراسة في سياق التقرير الآتي بمشاركة ما يزيد على ستين طبيبا استشاريا واختصاصيا ومقيما وطالبا في مستشفيات القطاعين العام والخاص بالمملكة والجامعات وبمشاركة المستشفى الأوروبي في غزة بحثت دراسة أردنية حديثة في عوامل تصلب الشرايين الكلاسيكية كالضغط والسكري والكلسترول والتدخين والسمنة وعدم مزاولة النشاط الرياضي إضافة إلى عوامل جديدة تم ربطها مؤخرا بأمراض القلب لدى البعض كارتفاع الضغط خلال الحمل وسكري الحمل والولادة المبكرة وغيرها من العوامل التي لم تدرس سابقا في الدول العربية لدى النساء دون عمر الخمسين وهي فئة عمرية تشكل واحدا من ثمانية من سكان المملكة وبحسب القائمين على الدراسة كان يعتقد أن أمراض الشرايين التاجية الدماغية لدى النساء تقتصر على النساء اللواتي وصلنا لسن اليأس ولكن دراسات عديدة أثبتت أن النساء صغيرات السن معرضات أيضا لهذه الأمراض الخطيرة وأن كل هذه العوامل مجتمعات تضيف معرفة جديدة عن أمراض القلب والشرايين لدى النساء صغيرات العمر كي يتم تقديم العلاج المبكر للوقاية من هذه الأمراض ليس فقط لمن يعنين من الضغط والكوليستيرول مثلا ولكن أيضا لمن شكت من مضاعفات الحمل في السابق هذا وتم عرض نتائج الدراسة في مؤتمر القلب الأمريكي في أتلانتا في الولايات المتحدة وسيتم تسليط ضوء على مزيد من النتائج وخاصة أثر السكري على النساء صغيرات السن في مؤتمر أمراض تصلب الشرايين الأوروبي في أثناء كما سيتم مناقشة أثر الضغط وضغط الحمل على القلب والشرايين لدى النساء صغيرات السن في مؤتمر الجمعية الأوروبية لأمراض الضغط في برلين ومؤتمر تصلب الشرايين الأوروبي في فرنسا الذي سيناقش عوامل الخطر الكلاسيكية والحديثة لإصابات الشرايين لدى السيدات صغيرات السن سنتحدث مشاهدين في تفاصيل هذه الدراسة وماذا الاستفادة منها مع رئيس اللجنة العلمية في أكاديمية القلب والبحث الرئيس للدراسة الاستشارية وأمراض القلب وشرايين دكتور أيمن حمود أهلا بك دكتور أيمن بداية ما ماذا الاستفادة من مثل هذه الدراسة وكيف ينعكس أيضا إجراء مثل هذه الدراسة من قبل أطباء أردنيين على الواقع الطب الأردني وسمعة الأطباء في الوطن العربي والعالم كنا نعتقد أن أمراض القلب والشرايين هي أمراض رجال وإذا صابت النساء فهنا النساء بعد سن الإياس المجتمعات العالمية كلها والمجتمعات العربية والأردن كنا نعتبر أن النساء دون عمر الخمسين عندهم مناعة ضد أمراض القلب صار الاهتمام كتير في هذه الفئة التي تشكل واحد من ثمانية في مجتمعنا الأردني أنه جينا على المستشفيات سيدة صغيرة العمر أربعين سنة عندها جلطة قلبية لا ضغط ولا سكر ولا كلسترولة تدخين بعضهن لكن الغالبية العامة اكتشفنا أنه على عكس المجتمعات الغربية اللي بتكون السيدة لا تدخن وما عندهاش واحد من الأعراض الكلاسيكية الأربعة هاي عندها عوامل تانية إلها دخل في الحمل أو كونها سيدة في المجتمع الأردني ينتبهن أنه هاي العوامل الكلاسيكية الأربعة أهم من العوامل اللي إلها دخل بالحياء كسيدة أو حمل طيب كيف ممكن نستفيد منها يعني نتفادى مثل حدوث هذه الجلطات إغلاق الشرائل وما إلى ذلك عند النساء مهم جدا لأنه إحنا لما نشوف عملنا جماعتين من النساء النساء المصابات بأمراض القلب والنساء سليمات وشفنا العوامل الخطر اكتشفنا أنه سيدات المصابات بأمراض القلب يعني نتخيل عندهم الكوليسترول عالي 80% منهم الضغط 60% عندهم ضغط السكري 40% 30% مدخينات هاي النسبة الأربعة تعكسها على المجتمعات الغربية اقسم عن نص فعندنا نساء دون عمر الخمسين نمط الحياة بحاجة لتعديل لأنه هاي السد اتصابها جلطة قلبية أي نمط حياة تحديدا أولا سهل جدا يعني العلامات أولا كل واحد أردني لازم يعمل فحص كوليسترول صائم وغير صائم ما في داعي يروح ينصوم ما في داعي على دراسات أثبتت أنه صيام ودون صيام نفس الفرق أولا فحص سهل جدا وأدوية الكوليسترول بيستعملها في الغرب للأطفال فما بالك في البالغين الضغط قراءة واحدة للضغط من أمراض القلب الشريان ارتفاع الضغط غير المشخص 80% من اللي عندهم ضغط وماشيين بالشارع مش عارفين أنه عنده ضغط صامت السكر أحكي لك بعطش كتير بروع الحمام كتير بس ما عمره فحص سكري وأخيرا الآف الكبرى التدخين لما نحكي 30% من السيدات المصابات بأمراض القلب في الأردن هنا من المدخنات هذا بنعكس على مجتمعنا أنه نحن لا نفعل قانون الصحة العامة بمنع التدخين في الأماكن العامة طيب هذه الإجراءات والخطوات التي ذكرتها دكتور كل كم لازم نعملها يعني متحديداً النساء الأكثر عرضة للإصابة بهذه الأمراض هذه الأربعة شغلات لازم نعملها اليوم كل واحد تخطى عمره لعشرين سنة مش أربعين وخمسين عشرين عشرين لازم يكون عنده فحص كوليسترول بين إيديه وهذه التوصيات الأردنية التي تم نشرها مؤخراً مع جمعيات القلب والشرين أنه يجي عندك المريض عمره خمسين ستين سنة أول مريضة متى فحصت كوليسترولك؟ ما فحصته في حياتي في حياتي عشرين سنة والناس اللي عندهم تاريخ عائلي الوالد عنده جلطة الوالد جلطة هذا لازم يعمل فحص كوليسترول عمره خمسة عشر سنة الأدوية أمينة جداً لكن فيه عندنا كون كيف يش الفحص دكتور؟ إذا الواحد طلع عنده كوليستروله عالي لا لا قابل يعني نحكي الأشخاص على الأشرين سنة الكوليسترول طبيعي خمس سنين كل خمس سنة فهي بسيطة شغلة معادلة سهلة جداً للصحة العامة في المجتمع وبالتالي قياسات الضغط والسكر أيضاً مهمة شغلتين مهمات كمان مزاولة النشاط الرياضي اكتشفنا أنه 80% من السيدات المصابات بأمراض القلب 80% ما عندهم نشاط رياضي أكثر من ثلاث ساعات بالأسبوع يعني شغلة غريبة جداً النشاط الرياضي وزيادة الوزن كان نسبها ضعف في السيدات المصابات بأمراض القلب مقاننة مع السيدات السليمة في ظل أن الأردن يحتل المركز الثالثة عربياً فيما يتعلق في زيادة الوزن فهي شغلة مهمة جداً ننتبه لها فهي كلها شغلات ما بدها يعني إجراءات طبية معقدة حتى الحل مشكلة مسبب الوفاء الأول في العالم والوطن العربي والأردن قد يكون التفادي من مثل هذه الأمراض والجلطات وامراض القلب والشرائيين قد يكون بخطوات بسيطة طيب أرجع للنقطة كنت أسألك عنها دكتور وارتدادات مثل هذه الدراسات التي تجرى بفريق طبي أردني باحث وارتداداتها على مستوى الإقليم والمنطقة بسمعة الطبيب الأردني ثقافة البحث العلمي من أهم علامات تقدم الطب في أي مجتمع وبالتالي البحث العلمي في الأردن أو العالم العربي ضعيف لكن نفتخر أن في الأردن هذا الكلام لا ينطبق علينا والحمد لله من أكثر من 15 سنة مجموعتنا بتعمل دراسات على أمراض القلب والشرائيين وهي ليست زوابع في فناجين نلقيها في دراسات عالمية الناس بتشوف قيمة الأردن الطبية لما أنت ترسل طالب طب يقدم الدراسة في أطلنطا من أسبوعين راح تطالبي ثانية سادسة في تكلية الجامعة الأردنية جامعة وجامعة الدكتورة قبل قليل تقف أمام مجتمع طبي عالمي وتحكي لهم هذه الدراسة الأردنية الأولى من نوعها في الشرق الأوسط فالقيمة عالمية لا تقدر بثمن وتنعكس بشكل كبير على الأطباء الأردنية صحيح لأنه إحنا بدنا نخبر الطبيب الأردني لما تجيك السيدة صغيرة العمر مش بس تركز على الضغط والسكر والكوليسترول والدهون وهي أمور مهمة جدا لكن اسأل عن عوامل لها دخل بالحمل طيب بنقطة سريعة مثل هذه الدراسة كيف تعمم على الأطباء وكيف تعطى للمستشفيات والمراكز الصحية وما إلى ذلك؟ أولا عن طريق الوسائل الإعلامي المهمة وأنتم أول ناس نعمل معكم اللقاء ثاني إشي ستنشر في مجلات طبية مهمة وتالتا خلال المحاضرات والمؤتمرات المحلية شكرا جزيلا لك يا دكتور وشكرا موصول لتواجدك ولكل الفريق الطبي الباحث والذي أجرى هذه الدراسة شكرا لكم